بسم الله الرحمن الرحيم خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو بشكل كبير جدا على مواقع تواصل اجتماعي واحدث حالة من الغضب الشديد عند الناس كلها كل اللي شاف المقطع ده يعني من واقع اللي انا شفته من تعليقات الناس وردود افعالهم كان في حالة من الغضب الشديد عند الناس المقطع ده قام بتصويره احد الاشخاص اللي بيتم الاعتداء عليه بيتم الاعتداء عليه عن طريق سيدة وابنائها احد الاشخاص هو اللي كان بيصور هذا المقطع هو اللي مسك الموبايل بتاعه بيصور هذا المشهد او هذا المقطع وكان بيرصد او بيسجل لحظة الاعتداء عليه من سيدة وابنائها الشيء اللي الناس كانت يعني مستغرباله ان هذا المشهد حدث في حي راقي في حي راقي في احد يعني كومباوند شهير جدا في الشيخ زايد والشيخ زايد هي منطقة يعني معروف انه بيقطم فيها الاثرياء يعني والكومباوند اسمه الباتيو كومباوند الباتيو طبعا المشهد انا هعرضه الحراقه طبعا المشهد كان مشهد مؤسف جدا وطبعا احنا علاقتنا بالواقع دي بالواقع دي هو الفيديو ده يعني اي حد هيتكلم خارج اطار الفيديو يعني لو انا بكلم لو في اي حد تاني هيعرض هذا الامر وهيحلله او هيكلم فيه احنا لما بنتكلم بنتكلم من خلال الفيديو اللي تم نشره من خلال الفيديو اللي تم نشره زي ما قلت اللي وثق الواقع هو الشخص اللي بيتامل اعتداء عليه وواضح جدا من الفيديو او من سياق الاحداث يعني انه كان منضبط الى حد كبير جدا وواضح انه كان عنده مشكلة وعاوز يعرضها على زوج او ابن هذه السيدة ولكن المشكلة ان السيدة بدأت خرجت بشكل هستيري كانت مسكة في ايديها يعني عصاية او شومة وكانت بتطرده بتحاول انها تضربه وابنها كمان رغم ان الراجل كان بيتكلم بمنطقة ضبط النفس ومنتهى الادب ومنتهى الاخلاق وبيقول له اللي انا عاوز اشتكيلك او اللي انا احكيلك ايه المشكلة بتاعتي عشان تساعدني في حلها ولكن ابن السيدة كمان اخذ نفس الموقف بتاع والدته وابرده بدأ ان هو هاجم وكان عاوز يعتدي عليه رغم ان الراجل كان بيتكلم وفقا ليه الفيديو اللي انا عرضه لحركه زي ما تشوفه فيه ان الراجل كان بيتكلم باسلوب محترم جدا 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 ملابسات الواقع ايه محدش يعرفها ولكن قيل قيل يعني فيه روايتين ولكن الرواية التانية هي اللي شبه تم تأكدها يعني الرواية الاولى ان بنت هذي السيدة يعني خبطت السيارة بتاع الراجل اللي المفروض قام بتصوير مقطع الفيديو ده وبالتالي راح عشان يشتكي لأهلها ولكن والدها مكانش موجود وخرجت الام اللي تعتدي عليه بهذه الطريقة لان مشكلة الام وفقا برضوك اللي اللي جي في الفيديو بتقوله انت جاي تخبط على بيتي ليه يعني برضوك يعني طب ولو عنده شكوى ما هيجيه لغاية عندكو يعني هيعمل ايه ما هو طبيعي ان هو رايح هل هو راح يعتدي عليكو ولا راح يكلم معاكو ويشتكلكو يعني الراجل هنشوف في الفيديو ان هو كان بيقول كده اللي انا عاوز اتكلم انا جاي يتكلم مع زوجك انا جاي يتكلم مع زوجك هو كان بيقول كده للسيدة اللي بتحاول تعتدي عليه انا جاي يتكلم مع زوجك وبيتكلم بأسلوب راقي جدا يعني واضح ان هو انسان راقي ومهزب من واضح واضح من خلال الفيديو لان سامونت احركوا احنا علاقتنا بالموضوع ده من خلال الفيديو ده هو ده اللي وثق الواقع وبالتالي انا شفت رد فعل يعني كلام الراجل اللي بيصور المفروض يتم الاعتداء عليه ورد فعل السيدة اللي هي بتحاول تعتدي عليه وكان بيصورها وهو غرض من التصوير رغم انه ما كانوا بيحاولوا يبعدوا او يقولوا له ما تصورش ما تصورش ولكن هو اصر عشان يوثق الواقع دي عشان هو ما يكن ما يصورش هي تضربه فبقاش في حاجة توثق الواقع لا هو فضل يصور الى اخر الموضوع ابنها لما خرج هنشوفه رايح بيجري وراه وبردك عاوز يعتدي عليه رغم ان الراجل بيكلمه بأسلوب كويس جدا بيقوله ممتك عاوزة تجرك لمشكلة انا جاي اتكلم معاك وانا افهم انت بتفهم ولا بتفهمش انا جاي اشتكيلك حاجات من هذا القبيل طبعا زي ما انا قلت المقطع ده لما اتعرض يعني احدث حالة من الغلب الشديد عند الناس نظرا ان هم شايفين ان فيه واحد بيوثق الواقع بيتم الاعتداء عليه وان فيه سيدة امامه يعني مش راضي توقف يعني مش راضي توقف حرفيا يعني لا هي ولا ابنائها يعني مستمرين فيه مطردته يعني هو الراجل بيرجع لورا وماسك الموبايل بيصور هم مش عاوزين يصور وعاوزين يعتدوا عليه وهو كان رافض ان هو ما يصورش عشان يوثق هذه الواقع طب نشوف كده مع بعض المشهد ده طبعا زي ما انا قلت هو المشهد طبعا يعني الصدمة او حالة الصدمة اللي حصلت عند الناس ان هو فيه حي راقي جدا وفيه منطقة يعني راقية داخل هذا الحي الراقي زي ما انا قلت كومباوند اسمه الباتيو كما قيل يعني وزي ما هو موجود كمان في الفيديو هتشوفوه والناس حصلت صدمة عندنا كانوا متصورين ان هذا الحي هو رمز يعني المدينة الفاضلة اللي ما بيحصلش فيها مشاكل ولكن شافوا مشاجرة بالشوم يعني واحدة خارجة بشومة وبتحاول تعتدي على جارها يعني اعتداء قوي جدا طبعا تم تحرير محضر عن طريق المحامية الخاصة به هذا الرجل يعني وطبعا فيه اجراءات قرونية سوف يتم اتخاذها ولكن برضو من ضمن الحاجات اللي اتقالت ان هذه السيدة زوجها من اصحاب النفوذ انا ما اعرفش برضو ما اتقالش يعني ملابسات كتيرة في هذه الواقع ولكن المشهد نفسه مشهد مؤسف مشهد مؤسف اللي احنا نشوف ده في اي مكان وطبعا لما بيكون بقى في حي راقي الناس بنتصور ان هو يعني بقى المدينة الفاضلة اللي بيحصلش فيها اي مشاكل وان الناس اللي عايشين في دول يعني ملايكة بجنحات يعني فطبعا بيكون الصدمة شوية عندنا نشوف كده مع بعض المقطع ونرجع عشان نختم سريعا مع بعض انا عاوز زوج حضراتك انا جاي قابل زوج حضراتك كل ده هحطو انا جاي قابل جوز حضراتك انا جاي قابل جوز حضراتك انا جاي قابل جوز حضراتك انا مجي كيكيش انت جاي قابل جوز يا ابني الخوال ماذا احنا شو دي تربيتك دي تربيتك قولي دي تربيتك انا جاي عبلا جوذك او ابنتك لو سمحت انا جاي قابلك انته مش جاي تكلم معه تعال لو سبحت انا انا جاي عبلك انا جاي عبلك لو سمحت استنى طب اسنى لو سبحت يا عمي ما� בنتمي ما تسمحش كلام هزبر انا جاي لك بتكلم معك معاش اشيل موبايل هي بتصورنا بعد اذنك تعال انا رجل الان اتكلم انا خلق شلطه كليها ترجع انا اتكلم اصرح انا بقولك شلطه انا بقولك شلطه دي بقىكو دي بقىكو انت وصل ايه بالشارطة بسرعة بصي السادق دي بتشتمس زي لو سمحتين انا جايفتك الزجل انا بكلمه ابنك ايه ده انت حضرتك لو سمحت اصرحنا اا اه اخذ الشارطة انا ضرتك ليه الشارطة انا خازة الراجل يا عم انا واقف اصبر خلق اتكلم معي الراجل راجل سلك من اه هتعمل مشاكل ما سمحتك لانتكلم لو سمحت لو سمحت حمد ايدي عليكو ترجع انا بقولك بعد ايضلك تعالي تتكلم واقف لو سمحت ايدي اصورة اه انا بقولك جايين نشتكين جايين نشتكينك بتفهم ولا لا طب نحجي واقي صوتك عشان مايدي اشيدي عليك يا عم جايين مستقين فاهم حدا واقي صوتك نزل الموبايل واقي صوتك انا بقولك انتصل بالشرطة انتصل يا ليلى بالشرطة انتصل بالشرطة هااااااا! هاااا? هااااا! 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 هاااا! شفنا مع بعض المقطع طبعا مقطع طبعا يعني كله طاقة سلبية طبعا زعيق وخناق السيئلة زما شفتو يعني حتى في حتى في واحدة اللابسة اللي كانت لابسة اللابس البلاك الاسود الدهل جنبها كانت بتحاول انها يعني تهديها فكانت بتلتفت إليها بالعصية وعايزت تضربها وكان فيه كمان واحد واقف يعني لابس لبس اعتقد ان هو الامن انا برضو بتسأل فين امن الكمباوند ده يعني مفروض الكمباوند بيكله امن طبعا فين الامن من المشاجرة اللي استمرت الفترة دي كلها والله اعلم هل كمله بعد المقطع ده ولا لا ففين امن الكمباوند يعني في هذا المكان الشهير وكمباوند كبير ازاي ازاي ما كانش فيه امني يعني ده شيء غريب جدا وشيء انا شخصيا يعني مش مستوعبه مش مستوعبه على المستوى الشخصي يعني فلكن احنا شفنا ان الراجل طبعا تم الاعتداء عليه ومن خلال الفيديو اللي انا عرضته او من خلال الفيديو اللي هو صوره احنا شايفين واحد بيتكلم بأسلوب محترم جدا وفيه اشخاص بيعتدوا عليه القصة انا قلت انحركوا الملابسات بتاعتها يعني قيل روايتين رواية ان بنت السيدة خبرت سيارته والرواية التانية ان هم يعني بيعملوا ازعاج ازعاج شديد وهو راح عشان يشتكي لهم يعني عشان هذا الازعاج يعني بيعملوا صوت عالي او ازعاج فهو راح يشتكي من الازعاج اللي بيحصل ولكن في كل الاحوال انا واضح من خلال المقطع ان الراجل رايح يشتكي لزوج هذه السيدة او رايح يشتكي الراجل البيت رايح يشتكي للراجل البيت وتم الاعتداء عليه بهذه الطريقة الراجل بيتكلم بأسلوب محترم جدا زي ما حراكوا شفته بأسلوب راقي جدا وعمال بيحاول ان هو يثنيهم عن الاعتداء عليه يعني هم كلهم مدفعين نحو نحو والسيدة مسكل للشومة وعمالة يعني تلوش بيها يبين وشمال وهو خايف يتخبط فبيقول لهم انا جاي اشتكي انا ما كلم ليش كلام معاك انا جاي اتكلم مع زوجك ولما ابنها جاي زي ما شفته برضو بيقول له يا ابن انت بتفهمش انا جاي اشتكي لك اما انتك عاوزة تعمل مشكلة ما تسمع لهاش انا جاي اتكلم معاك بالراحة وبهدوء وكل اولا مفيش والتاني يقول له لو انت هضرابك ومش هضرابك برضو اسلوب يعني المفروض وان جرحوا للسلم فاش نحلها يعني زي ما هو معروف زي ما هو معروف لما انسان يكون يعني متجه الى السلام او بيحاول ان هو يتكلم او بيحاول ان هو يتناقش يعني المفروض الطرف الاخر يعني يحصل له حالة كده من الهدوء والسكينة شوية ولكن شوفنا حالة من الاندفاع غير طبيعية من الجميع من السيدة ومن ابنائها زي ما انا قلت رحركوا ملابسات الموضوع ايه احنا شوفنا مقطع الفيديو شوفنا اللي بيصور عشان برضوك انا يعني الملابسات بالضبط ايه انا ما عنديش خلفية عنها ولم يتم تفسح عنها ولكن المقطع ده هو النزل ولكن زي ما دايما بنقول ان صورة يعني ابلغ من الف كلمة ان صورة ابلغ من الف كلمة احنا شايفين ان في واحد يعني على درجة عالية من الضبط النفس والاحترام مشكلته زي ما هو بيقول من خلال الفيديو زي ما احركوا سبعته انا بأكد مرة تانية على الكلام اللي هو قاله ان هو رايح يشتكي لزوج هذي السيدة لكن السيدة بتقوله انت جاي تخبط على بيتي لي يعني معرفش يعني لو انا رايح اشتكي لحد او رايح عشان اتكلم مع حد ما طبيعي لانا اروح لغاية بيته ولغاية بيته مثلا وابدأ اللي انا يعني اخبط عليه اضرب الجرس حاجة زي كده بحيث لما يخرج لي او يطلع الشخص اللي انا رايح له ابدأ اتناقش معه في الموضوع اللي انا عايز اتكلم معه فيه ولكن هي مشكلتها انت جاي تخبط عليه طبعا زي ما شفنا طبعا من ضمن الاشياء طبعا سيئة جدا هي الالفاظ النابية اللي السيدة كان بتقولها يعني السيدة طبعا يعني تلفزت بالفاظ سيئة جدا جدا يعني وطبعا ده من ضمن المحضر برضو كل اتعامل فيها الفاظ في منتهى يعني السوق يعني الفاظ خارجة في حق هذا الرجل والرجل طبعا في الاخر طلب من زوجته تقريبا كانت موجودة معاه انها تتصل بي الشرطة طبعا لانه بيتعرض لاعتداء كبير زي ما حراكوا شفتوا يعني من واقع الكلام يعنى هو الراجل كان بيشتكي من امر ما يعني يشتكي ورايح حشانись ein short coupleSc shout out لم يكن يستمع اليه يعني الراجل ما كانش بيتشاغر ما كانش ماسك سلاح او كان بيتشاغر او كان بيدعو الى العنف او بيمارس العنف بالعكس هو اللي بيمارس ضد العنف وهو كان زي ما نوضته بيحرقه هيصور رغم نومة كانوا بيحافظوا أثنوه زي ما شفته ابن السيلة بقول له ما تصورش بيقول له مقدارش ما صورش لا يمكن أن يصوره لأنه يوثق اللقظة حتى ينزل الموبايل قال له أنا نزلت الموبايل يعني ينزل على جنبه ولكن فضل الموبايل يصور ولكن الثاني كان يقول له أنا ممكن أضربك واعتدي عليك بردك أسلوب أسلوب مش كويس أسلوب مش محترم يعني مفيش أحسن من الأمن ومفيش أحسن من السلام ومفيش أحسن من الأخذ والعطى بأسلوب محترم وفي أسلوب طيب ما بين الناس أنا شايف من وجهة نظري وبردو كحركة تعرض وجهة نظركة في هذا الموضوع أن الراجل اللي كان بيصور ده راجل محترم جدا وراجل على أعلى درجة من درجات طب النفس وواضح أنه عنده مشكلة عاوز يعرضها على راجل البيت ولكن هو ما كانش موجود وخرج يعني اللي موجودين فيه البيت السيدة وأبناء عشان يعتدوا عليه بهذه الطريقة فإحنا شايفين طرف يعني بيعتدي وطرف معتدى عليه أو بيتم فيه محاولة للاعتداء عليه فطبيعي لا نكون مع الطرف المسالم يعني طبيعي لا نكون مع الطرف المسالم إلى أن يثبت العكس ولكن واضح اللي زي ما قلت لأنه المقطع ده هو الصلة الوحيدة بيننا وبين هذه الواقع ما فيش أي مقاطع تانية فإحنا شايفين الكلام ده شايفين السيدة بتعدد عليه ومسكة شومة وعما لا تلوش بيها يمين وشمال والراجل يعني خايف لا يتم الاعتداء عليه وابنها كمان جاي يعتدي وابنتها بتصور لأنهم كانوا بقولوا ما تصورش لا بنتها هي كمان كان بتصور فطبعا يعني هما كانوا بيصوروا لحظة فالراجل كمان بيوثق لحظة الاعتداء عليه فهو له مطلق الحق في كده لأنهم كمان كانوا بيصوروا وحركوا هتلاحظوا ده في الفيديو أو مقطع الفيديو الأخ أو الرجل ده كان بيقوم بتصويره يعني طبعا مشهد مؤسف والأكثر أسفا طبعا لما لاقي سيدة بتتلفظ بهذه الألفاظ النابية لمجرد انه واحد راح خبط عليها هل هو اعتدى عليها؟ هل هو اعتدى على المنزل؟ ولا هي بتقول له انت جاي تخبط على بيتي ليه؟ معنى كده انه هو ما اعتداش عليها لو كان اعتدى عليها كانت تقول له انت جاي تعتدي عليها في بيتي هو بيقول راح يخبط عشان يشتكل جزهة أو يشتكل ابنها طبعا حصل حالة الهجوم دي عليه فواضح فعلا ان الموضوع هم يعني زودوها في الرد الفعل بتاعهم الى انوصل الى هذا الرد الفعل المؤسف طبعا اللي احنا كلنا استنكرناه انا شخصيا استنكرته بشكل كبير جدا واعتقد برضو ان الحركوة تستنكروه زيه واضح من اسلوب الراجل زي ما قلت ان هو راجل محترم الراجل عمد ضبط نفس راجل بيكلم باسلوب راقي جدا حتى لما بتشتموا بقول له هي دي تربيتك و هي دي بيئتك فشيء سيء لما نشوف هذا المشهد يعني نشوف هذا المشهد يعني فده كان مقطع الفيديو اللي انتشر زي ما قلت حقق يعني حالة من الغضب الكبير عند الناس طبعا وما شاهدوا الموضوع ده والاسوء كمان وفقا لكلام البعض انه حصل فيه حي راقي لا يعني يتصور البعض حدوث مثل هذه المشاجرات بالصورة دي وبالالفاظ دي وبالشومة والكلام ده فيه لكن طبعا اكيد كل مكان يعني مغلق على اهله او مغلق على اللي فيه بيكون فيه نوعيات مختلفة اكيد من حيث البيئات ومن حيث الثقافات ومن حيث الاخلاقيات في كل مكان يعني انا شخصيا بقول رأيي للمرة الاخيرة قبل ما اختم مع حضراتكو ان انا مع الراجل ده مع الراجل ده طبعا لانه واضح ان هو شخص محترم وكان بيكلم اسلوب محترم وكل اللي كان عاوزه ان هو يتحاور او يشتكي لرجل البيت وما كانش موجود ولكن تم الاعتداء عليه هما مش بيدلوا فرصة طيب ما هو طبيعي ان لما حد ما ياخدش الفرصة بتاعته عشان يرد او عشان يتكلم طبيعي ان هو يوثق اللحظة اللي هو بيتم الاعتداء عليها لان هما نفسهم كريب ويوثقه كمان بالموبايل بتاع بنتها كانت ماشية جنبها وقلت ان حركوا هتشوفوها في الفيديو او شوفتها في الفيديو ماسك الموبايل وبتحاول انها بتصور فهو من حقه كمان هو يصور ولكن طبعا المشهد فعلا مشهد مؤسف الى حد كبير وزي ما قلت ان تم تحرير محضر به الواقع ونتمنى الموضوع ينتهي على خير ونتمنى ان السلام يعم على الناس كلها لان اللي حصل ده فعلا شيء سيء جدا والالفاظ الخارجة اللي اتقالت من هذي السيدة صعبة جدا 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 الاقصر راجلا بيعتذر طبعا عن هذه الالفاظه ولكن ده كان في سياق الفيديو طبعا يعني انا حبيت حدراكو تشوف الفيديو بشكل كامل مستمر رأي حضراتكو ايه رأي حضراتكو في هذه الواقع وايه رأي حضراتكو ان واقع زي ما تحصل فيه هذا الحي الراقي يعني شيء محزن الى حد كبير اشوفكم ان شاء الله في فيديو دي دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته